السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن ما زلنا مع التأمل في سور القرآن الكريم حسب التنزيل اليوم سوف نقوم بالدراسة والتحليل لسورة قرآنية مباركة هي اقصر اية او اقصر سورة في القرآن تضمنت فقط ثلاث آيات وتحدى بها الله تعالى الانس والجن على ان يأتوا بمثلها انها سورة الكوتر التي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك منحر ان شانئك هو الابتر هذه السورة رقم ترتيبها في التنزيل هو رقم خمسة عشر يعني كان القرآن الكريم ينزل هكذا حسب الوقائع والاحداث بدأت بسورة العلق ثم القلم ثم المدثر ثم المزمل ثم الفاتحة ثم المسد ثم التكوير ثم الاعلى الى ان نزلت الضحى والشرح واخرها كان المعون رقم اربعة عشر خمسة عشر الكوتر فنحن نتحدث عن الحقبة الاولى في الاسلام لا زال الاسلام ضعيف ولا زال المسلمون ضعفاء ولا زال الكفار والمشركون يستقوم بقوتهم فربنا عز وجل كان ينزل السور والآيات لكي يقنعهم بوجود الله ويقنعهم بصدق الايمان والتدين وينخرط في سلك هذا الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى دينا لكل العباد لكن كفار قريش دائما في صراع مع المسلمين كان المسلمون في اول الامر قلة وكانوا ضعفاء لم يكن عندهم عتاد ولا قوة لان جلهم من العبيد ومن المساقين والمستضعفين والكبراء والاغنياء قلة قليلة فكان ربنا عز وجل يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالاحتساب وقد تركزت اداية المشركين على نبي الاسلام سيدنا النبي محمد بن عبد الله تركزت عليه الهجومات فكانوا ينعتونه بكل انواع السب والشتم والعيوب قالوا عنه ساحر وكاهن وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه كلام شديد جدا وكان القرآن الكريم دوما يبرئه حتى قال ربنا عز وجل وانك لعلى خلق عظيم تزكية من عند الرحمن يا محمد اسبر وانك لعلى خلق عظيم في هذه السورة سورة الكوتر نعته ايضا باسم اخر فقالوا عنه الابتر ما معنى الابتر الابتر هو المقطوع من السلالة الذي ليس له والدين ولا اولاد فالابتر هو الانسان الذي نشأ يتيم ما عنده لا ام ولا اب ثم لما كبر ما عنده اولاد اما انه عقيم وانما يموت له الاولاد وهذا كان حال النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو كان مقطوع من الاصول والفروع فابوه قد توفي وهو لازال جنين في بطن امه وامه توفيت وكان عمره لازال اربع سنوات ونصف ثم لما كبر وتزوج ورزقه الله الاولاد ماتوا له تباعا ماتت ام كالتوم وزينب ورقية ومات عبد الله وغيرهم من الاولاد كان عنده سبعة من الدرية ماتوا جميعهم لم تبقى الا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة اشهر فكانوا يسخرون منه ويقولن هذا النبي ربه لم يرحمه ربه اخذ منه والديه واولاده وكان من اسباب نزول هذه السورة المباركة سورة الكوتر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كان يأمره بالصبر والاحتساب والتمسك بالخلق الكريم لكن هذه الخاصية جعلت اتباعه يتكاترون مجموعة من العبيد ومن المساكين والمستضعفين رصيدهم هو الايمان فكانوا يعجبهم الخطاب الايماني الذي جاء به الاسلام فبدأوا يتكاترون ويوما ما تجمعوا تجمع كفار قريش في ناديهم فاردوا ان يضعوا خططا للقضاء على الاسلام والمسلمين ونبيه الاسلام وعلى قرآنهم بدأوا يتحدتون كل يدلي بدلوه هذا يعطي خطة من هنا والاخر خطة من هناك فدخل العاص ابن وائل وهو من المشركين دخل وقال لماذا انتم متعبين بوضع خطط للقضاء على محمد انه ابتر ابتر ومدام ابتر فسوف يموت وينقطع نسله وينقطع الحديث عنه فالذي لا لا اولاد له اذا مات نساه الناس وصار في خبر كان فلماذا انتم معذبين اتركوه كم من حاجة قضيناها بتركيها اتركوه على ما هو عليه فانه الى زوال فلما سمع النبي الكريم هذا الكلام تأثر به وكان صلى الله عليه وسلم تلك الايام لا يرى الا وجهه يظهر انه مسودا من شدة الحزن ومن شدة الغم ويؤمر بكضم الغيض فاراد ربنا عز وجل ان يكرمه اكرمه بهذه الصورة يروى كيف نزلت يقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا جالسين جماعات مع الصحابة وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يشعرون بالضعف ويشعرون بالقلة ويشعرون بالهوان والصحابة كلهم نفسيتهم منكسرة منهزمة فيقول انس بن مالك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اذ اغفى اغفاءة جهن عس اغفى اغفاءة قليلة ثم بعدها استيقظ واستيقظ متبسما استيقظ مستبشرا فقالوا له اضحك الله سنك يا رسول الله نرك تضحك وتبتسم وتستبشر وقبل هنيها كنت حزين وكنت مهموم قال في هذه الغفوة التي غفوت جاءني جبريل وانزل علي صورة هي من اكرم ما انزل الله علي قالوا له مدى انزل عليك قال انزل علي انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ففرح الصحابة وقالوا ما معنى هي رسول الله وصار النبي الكريم يشرحها معنى انا اعطيناك الكوتر ربنا يتحدث عن ذاته العلية يقول ان يعني جلال الله وكمال الله وقدرة الله ان اسم التعظيم والتفخيم وهو احق بان يسمى بذلك لا احد يستحق التفخيم والتعظيم سوى الخالق سبحانه وتعالى ان اعطيناك الكوتر اعطيناك العطاء هناك فرق بين العطاء والاتيان قد يقول ان اتيناك وان اعطيناك الاتيان يعطيك الحرية في التصرف في متاع معين لكن العطاء هو تمليك اذا قلت اعطيتك الشيء صار ملكا لك تصرف به كما تشاء بيعه واشتريه وانت حر لكن اذا قلت اتيتك الشيء يعني للتصرف فقط ثم تعيد الى صاحب فالنبي الكريم هنا فهم المقصود ان اعطيناك يا محمد هذا الشيء الذي اعطيناك اياه هو ملك لك ولك فيه كامل التصرف ولك في ان تفعل به متشاء ان اعطيناك اعطيناك ماذا الكوتر الكوتر والكوتر لما سأله الصحابة يا رسل الله ما معنى الكوتر قال انه نهر عظيم في الجنة ملكه الله لي هذا النهر ماءه ابيض من التلج واحلى من العسل وانيته تبرق افضل من نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لن يضمأ ابدا انه الكوتر اعطيناك الكوتر مهر عظيم في الجنة فقال يا رسول الله صفه لنا قال هذا النهر اتظنون انه فيه اخدود في الارض كما هو في دنياكم لا انه نهر ليس فيه اخدود وليس فيه نفق وانما هي مياه متسربة تجري بامر الله تعالى ليس لها منبع وليس لها نهاية وكل من شرب منها شربة ماء لم يضمأ بعدها ابدا هذه اللحظة كان الصحاب الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ساعة الحر الشديد وساعة العطش فلما بشرهم النبي الكريم بيدا العطاء فرحوا وسعدوا وقالوا هذا بشارة عظيمة من عند الرحمن سوف ننعم بها ان اعطيناك الكوثر فلما جاء هذا امتنان يسمى امتنان اعطاء اكرام فلابد ان تشكر ربك على ذا الامتنان مادم ربنا قد اعطاك يا محمد هذا الكوتر ولامتك فلابد ان تشكر ما هو الشكر قال له فصل لربك وانحر اذا اعطاك الله نعمة لابد ان تشكرها الشكر يكون بفعل العمل الصالح انك تزيد في المبادرات الخير انك تسعى بمد يدك الى الخير ادوى الشكر تشكر ربك بان تحسن الى خلقه او تصبر على ادوهم شكر الله يكون بامرين اتنين اما انك تقدم مبادرات حسنة لخلق الله تعينهم تساعدهم تسعد قلوبهم واما انك تصبر على ادوهم هذا يسمى كله شكر فمدى كان امر الشكر الذي اراده الله تعالى قال ان اعطينك الكوتر فصلي لربك وانحر اعطاه الله امرين اتنين يا محمد اذا اردت ان تعبر عن شكرك وامتنانك لربك الذي اعطاك الكوتر فاشكره بهتين العبادتين فصلي فصلي لربك وانحر اولا الصلاة الصلاة هي عبادة عظيمة مباركة فلما سمع النبي هذا الكلام صار يقوم الليل وصار لا يكاد ينام حتى كانت قدماه تتفطر من شدة الالم وكانت امنا عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله الا تنام فقال لها اني احب ان اشكر ربي على ما اعطاني فكان النبي الكريم يمتتل الى قول الله تعالى يا ايها المزم القوم الليل الا قليلا فكان يقوم بالليل وبالنهار حتى تتفطر قدمه وكان يكتر من النوافل في كل وقت وحين وكان اذا سجد اوها حتى قيل اوهم انه كان يسجد ويطيل السجود حتى يقول ربما انه انه صار صريعا من طول سجوده لان رب العز قال له فصلي لربك وانحر العبادة التانية هي النحر النحر لان العرب ايام زمان كانوا يتقربون الى الالهة وعبادتهم للالهة تكون اما بالسجود والرقوع وتكون بتقديم القرابين يقدمون الدماء يدبحون الشياة والخرفان والنوق والجمال وغيرها فامر الله تعالى نبيه بان يقوم بالنحر لربه فصل لربك الربوبية معناي محمد صلاتك لله ونحرك لله وشوقك الى الله ورغبتك في الله وصبرك لله وكل شيء لله قل ان صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين هكذا ارد الله تعالى ان يربي نبيه وصفيه وخليله ان يجعل كل اعماله لله لان العرب في المشركون كانوا يقومون باعمال غير الله يقومون بالالغة وبالاصلام وبالاوتان كما في زمين ايضا هناك من يقوم باعمال كثيرة حسنة ولكن يسأل نفسه هل يقوم بهذه الاعمال لله ام للسمعة او للرياء او خدمة للحزب او خدمة للنقابة او خدمة للوبيات معينة او خدمة لمصلحة معينة اسأل نفسك اي عمل تقوم به هل تقوم به لله ام لمصلحة ام لارضاء غيرك من الاسياد فاذا كانت الامر ليس كذلك ايمانك وجدد نيتك ربنا عز وجل كان يعلم نبيه وصفيه ومن خلاله صحابته المكرمين ومن خلالهم بقية الامة ان تكون جميع الاعمال لله فصلي لربك وانحر انحر كان النبي الكريم دائما ينحر يتقرب الى الله تعالى بالدبيحة فكان في عيد الاضحى يضحي بكم شين اقرنين ام لحين يقول هذا عن اهلي وهذا عن امتي من لم يضحي من امتي كل عيد اضحى كان يدبح كبشين وفي كل وقت اذا ارد ان يكرم جاءه ضيوف او جاءه المؤلفة قلوبهم فكان ينحر صلى الله عليه وسلم ويطعم يطعم لان الدبيحة هكذا خلقت حتى قيل بانه في حجة الوداع واني اخر حجة وبعدها سوف يتوفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحر تلاتة وستين شات تلاتة وستين شات يوم النحر لان الحجاج الذين شاركوا في حجة الوداع كان عددهم يزيد عن مائة الف فكانوا يا رسول الله انحر لنا بيديك الكريمة فكان يؤتونه بالشياء وينحر نحر في يوم وحد تلاتة وستين شات وذلك لامر الله تعالى فصلي لربك وانحر بعضهم يقول هذه الاية فيها دعوة لسفك الدماء وللارهاب هكذا يقول بعض المستشرقين وبعض المستغربين حينما يريدون ان ننتقدوا الاسلام يقولون هذه الاية تشرع للارهاب وتشرع لسفك الدماء وهناك عدد كبير من المثقفين او اشبال المثقفين كانوا يقصدون هذه الصورة بالضبط وهذه الاية بالضبط وهذه الكلمة انحر يقولون اذا اراد المسلمون ان يعيشوا في امن وسلام ويكونوا في انسجام مع المواتيق الدولية ومع القيم الكونية ومع السلام العالمي لابد ان يحدفوا هذه الكلمات من قرآنهم كلمة انحر هذه انحر النحر هل هم لا يأكلون اللحم كل العالم يأكلون اللحم وينحرون الأكباش والأبقار والمعز وغيرها فلماذا ينتقدون المسلمين وهم ينحرون هذه الدبيحة لوجه الله تعالى الى ان قال ان اعطينا المفهوم المخالفة وينعتون محمد باسم الجلال لا اله الا الله محمد رسول الله هذه السورة المباركة قصيرة جدا هي اقصر سورة في القرآن فيها خبر وفيها امرين وخبر لاحظوا معي خبر امرين خبر ان اعطيناك الكوتر خبر فصل لربك وانحر امرين معطوف احدهم عن الاخر ان شنك والابتر خبر يعني جملة بسيطة جدا ومع ذلك ربنا تحدى العرب وتحدى الانس والجن على ان يأتوا بسورة مثل هذه تحداهم هل يمكنكم ان تأتوا بها ما استطاعوا قال ربنا عز وجل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا الشهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين قال اجتمعوا كلكم لا قل لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا في الاول ربنا قال مثل هذا القرآن ثم بعدك قال لهم عشر صور مفتريات ام يقولون افترى الى ان قال فليأتوا بسورة مثله واحدة ليس صورة البقرة فيها خمسة احزاب لا فقط فقط صورة واحدة قصيرة الكوتر الصغر صورة في القرآن هل يمكن يقوم فعل ذلك استطاعوا حتى لما جاء مجموعة من المدعين للنبوة وجاءوا بكلام يقولون بانه قرآن ينزل عليهم نبي اسمه رحمن كمسيرم الكذاب وغيرهم قالوا كلام كثير ولكنه كله لم يصمد امام كلام الله مما قاله مسيرم الكذاب اراد ان ان يتحدى هذه الاية ويأتي بمثلها قال يا ضفضعة يا بنت ضفضعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكذرين ولا الشارب تمنعين اراد ان يتحدى هذه الصورة لكن فرح كبير هذا كلام واهن وسخيف وسخيف لما قال الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير وقال ايضا والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالاكلات اكلة فالمقدرات امرا حاشا وكلنا ان هذا كلام سخيف وبديء انه يرتقي الى كلام الله رب العالمين كلام الادوار دي الوحي كله تحتويه من كل جانب سورة الكوتر ايها الاحباء الكرام سورة مباركة وعد من الله تعالى ان اعطى لنبيه وصفيه وحبيبه هذا الكنز هذا الكنز هو عبارة عن واد كبير قيل طوله شهر وعرضه شهر بالمسيارة الخيل وليس له منبع تبحث عن منبعه ما تجد وتبحث عن مصبه لن تجد لانه شكل غريب يجري وقد جعله الله يجري من تلقاء نفسه ليس عنده اخدود وليس عنده حفرة يسير فيها بل هكذا يمشي في الطرقات احلى من العسل وابيض من التلج وانيته تبرق افضل من نجوم السماء في عز الظلام وكل من شرم منه فان لا يضمأ ابدا وقد جاء في الحديث ان ان بعض الناس سوف يشربون منه وسوف يمنعون فلما قال النبي الكريم لماذا قال لم تدري ماذا احدث من بعدك بمعنى ان الذي يحدث البدع ويحدث الفتن فانه يحرم من شرب ماء الكوتر ماء الكوتر يشرب منه كل مؤمن صادق يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لكن يحرم منه الذين يحدثون بعد النبي الكريم ماذا يحدثون اما يحدثون البدع واما يحدثون الفتن فكل من اراد ان يفتن الناس في دينهم وفي امنهم وسلامتهم وعرضهم فانه يحرم من شرب ماء الكوتر وكل من يبتدع في الدين بقصد ان يهدمه ويغيره ايضا يحرم من الشرب من ماء الكوتر ذكر العلماء ان هذه الصورة فيها اسرار قالوا بان المريض اذا ارد ان يشفيه رب العزة فليشرب من ماء عاد لكن يقرأ فيه سورة الكوتر يصير الماء وكأنه يستمد انواره من نهر الكوتر الذي في الجنة خد قنينة ماء واقرأ فيها باليقين اقرأ فيها سورة الكوتر قيل سبع مرات بعض الصالحين اشتهادا منهم قالوا سبعين مرة اقرأها سبعين مرة لأن كلمة سبعين وردت كثير في القرآن الكريم ان تستغفر لهم سبعين مرتين فلن يغفر الله لهم كلمة سبعين يعني عند القرآن بانها قمة الاشتهاد فقالوا نقرأها سبعين خد اناء من الماء واقرأ فيه سورة الكوتر سبعين مرة باليقين وذلك الماء له غير ما عادي سيتحول فيه اسرار رباني وكأنك تشرب من ماء الكوتر النهر الموعود للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشفي الأبدان ويشفي النفوس من عنده قلق وتوتر من عنده اكتئاب من عنده غضب من عنده حب الانتقام من عنده حسد من عنده فتور في الإيمان من عنده علة والسقم في جسمه يفعل هذا الأمر يشرب من ماء يقرأ فيه بصوته وبصدق ويقين سورة الكوتر وسيرى عجائب قدرة الله اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا من شربة ماء من ماء الكوتر من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واختم لنا جميعا بالحسنة قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم اشتركوا في القناة